يزن حمود شاب احترف التصوير الفوتوغرافي وهو أيضا خريج من أكاديمية دارة التصوير عامل بالصحافة في هاي الفقرة راح نتعرف عليه على مهنة التصوير وبالطبع علاقة التصوير بمهنة الصحافة أهلا وسهلا فيك يزن كيف حالك كيف أصبحت اليوم الحمد لله سؤالك كيف حالك أهلا بك يزن زي ما ذكرت أنت خريج أكاديمية دارة الفنون أو دارة التصوير يعني أكيد بالطبع أنت دخلت الأكاديمية وأنت شعرت بنفسك أنك مهوب في التصوير كيف بدأت الفكرة؟ هي بدأت الفكرة عندي كنت أحب أصور أي شيء أحس أنه فيه جمالية من نظرتي أنا أنا بانظر لجماليته ممكن محد يكون مكتشفها أصوره فحبيت الشغلة هاي فليوم الأيام بأكي عن الهواية اللي عندي لا زميل إلي أو قدوة إلي بالتصوير مستر خليل مزرعاوي هو عراوي لا عراوي حدا ثاني حكيت له عنها إذا حاب الإشي هذا أنا بساعدك كيف تطوره قال لي فيه أكاديمية بدرسه يعني تعطيك المبادئ تعطي التصوير وإذا ما حبيت الموضوع بالنهاية أنت معك دورة يعني فأنا لما فوتت الموضوع أخدت كورسان أولها وبعدين حبيت الموضوع أنا صرت بدي أصور بدي أشوف إيش آخر الموضوع لوين ممكن أنا الموضوع يشدني عشان أنا أعكس الإشي اللي شفته بعيني على صورة يعني صف الموضوع سي كيف دأوصف لك تحدي بينه وبين حالي بدي أصبت إشي بالضبط أنه تنقل الصورة عن طريق نظرتك أنت ما هي فعلا المصور ده يصور بدأ يأخذ الصورة أول في عينه يقس يضاقته يقس زويته يشوف وين المكان المحدد يعني أو الأفضل للصورة من أي زاوية هاي هيك بعدين بصور يعني هو بيكون أخذها بعيني للصورة بعدين نصورها بكاميرته طيب بالأكاديمية يمكن درسته تفاصيل أو يعني عن حيثيات العمل التصوير الفوتوغرافي فيعني الكاميرا نفسها يمكن عرفته عن تفاصيلها أكتر حدثنا أكتر كيف تمت دراسة الكاميرا وعلى أساس أنه حسيت حالك أنك انت احترفت بعدها التصوير هلا هي مبدأين أولها لما بدانا كان في الدراسة نظرية كتابة وشرح على لوح وتطبيق ووراء ودفاتر وامتحانات بعدين فتنا على المرحلة العملية صارنا نصور ونعرض صورنا كلنا يعني بدون ما حدا يستحي حتى لو صورته كانت موضوطة وفيها خطأ بالقواعد عن التصوير عشان نتعلم من أخطاء بعض عشان نكسر الحاجز الخوف لأنه لما حدا يمكن بفشل بأول صورة بصير ديت راجع صير ديترك الكورس تبع ما بدو يكمل دراسته بالتصوير كنا نتعلم من الأخطاء صارنا نجرب صار كل واحد يروح على البيت أو على المكان يعني بس يخلص الدوان بالأكاديمية وكان كل يوم ساعتين أو ثلاثة ساعات يعني مش اش كتير كان لما واحد يروح يجرب كل اللي درسوا المعادلات الحسابية اللي هي لازم تطبق على الكاميرا يطبقها هو حسيت أنه فادك كتير يعني يعني شغلك العمل لأنه تعرفنا كل جزء بالكاميرا كيف تأسس وكيف كان زمان كيف صار هلأ حتى يمكن درسوا الكاميرات الأديمة صح طبعا درسنا الكاميرات الأديمة صورنا على كاميرات فيلم حمضنا صور كانت نيجاتف احنا حمضناها بيدنا وتعلمنا من الأخطاء في صور يطلع ألوانها ماء لها دخل بالألوان بس أنه خلص نزبط ونرجع نعيد وكمان شفنا أجزاء الكاميرا يعني أول ما اخترعوها زمان كيف كانت لما كانت تكون نوع عدسة محدود ما بتتتغير خلص كاميرا بعدسة لما كان يعني يحتاجوا أنه يلعبوا هيك بشغلة صغيرة اللي هي أنه يكبروا حجم الفيلم لكي يأخذ صور أكثر اللي يقدروا يجربوا أكثر لكي يتعلموا أكثر هلأ إحنا بحصر ثاني ديجتل عندك مامريكارد على حسب ساعتها أدي بتأخذ منك صور مثلا تعلمنا قدي كان في زمان صعوبة الموضوع هلأ قدي سهلنا طبعا بتواجهوا هلأ صعوبة من ناحية التطور التكنولوجي للكاميرات يعني بصير بشكل هائل يعني كل يوم عم نسمع بكاميرا جديدة عم تطلع بمواصفات جديدة عم تطلع هل أنتو من خلال دراستكم مستعدين لأنكم تكونوا متواصطين مع التطور اللي عم بصير هلأ مرات آه يعني في بعض المواقف آه ممكن بس مش دايما لأنه مرات يعني تعتمد الشغل على المصور إنو زي أنت بتعرف تصور منيح ممكن بعصر نهاد وعصر ديجتل تصور على كاميرا فيلم وتطلع نفس النتيجة اللي ممكن طلعها من كاميرا ديجتل بس هي بتصوفي شغلة تركيز شغلة تفكير الصورة يتخيل الصورة تضبط ما تضبط يجرب يعني أحلم في التصوير تكراره ويضل الواحد يجرب 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 لأنه كل ما جرب كل ما اكتسب خبرة أكتر بسير لما بيروح للمكان بيطلع بصور من هذا المكان بيكون عارف خلص أنه منوع الإضاءة هاي بدها الأدة معادلة ما هي أرقام حسابية على الكاميرا بدها الأدة فتحت عدسة فتحت شتر سريعة الشتر هل قدي ارتفاع رقم الآيزو وهو حبيبات الضو مع كتر تجارب هذا الأشي بصير عنده خبرة بصير هو يعرف حاله ووفر على حاله صح أنه يأتي قبل الموعد أو بفترة من وقت الصورة لا يجرب عشان يعرف أو يشوف الإضاءة المكان يشوف زوايا المكان تخيل أنه هذا كله بتفيده طبعاً بتفيده سريع مع كتر تكرار الموضوع بصير الغلبة بتقل بهذا الموضوع لأنه لماذا؟ ما هو هذا؟ أنت تعرف هي بتصفي احتراف تم البعض ب Çünkü مرنة الصحافة ماذا علاقة الصحافة مع التصوير الفوتوغرفي؟ الصحافة مع التصوير الفوتوغرافي نحن نحكي من زمان كان الخبر كتير مهم. في وقتنا هاد مرات كتير وعلى الأغلب والنسبة الأكبر الصورة أهم من الخبر. صح. لأنه كانوا زمان يستعملوا الصورة يمكن مثل ما بيحكوا تيثبتوا حدث أو يكون دليل على أنه هذا الإشي صار. صورة ممكن هي اللي تتحكي القصة. يمكن تأخذ صورة من زاوية معينة بطريقة معينة أو إضاءة معينة. ممكن الصورة هي تحكي من غير تعليق أو بدون تعليق. وفي بعض مرات ناس بحط شارح صغير. بس مش شرط يعني مش دائما هو مطلوب هذا الموضوع. نعم. بس الموضوع اللي براك اللي عم يعني عم بسير بعصرنا هذا هلا أن الصورة عم يعني عم بتوفر الإشي اللي أنت بديك تشوفيه أو اللي تقرأي بالخبر عم تقرأي بالصورة. طيب في لكن يعني احنا من شوف مع التطور كما اللي عم بسير أنه حتى صور صارت فيك يعني في من بعض الصور بسهل أنك تلعب في الصورة وسهل أنك تغير. يعني هل هاي انت كمصور فوتوغرافي تقدر تكتشف الأشياء الفيك من الأشياء الحقيقة؟ ألا هي بتبين لأنه مرات اللي يعني اللي بيعدل الصور أو الإيديتر لما بيحاول يغير إضاءة الصورة والألوان. كمصور أنا عارف هاي النتيجة كيف ممكن تطلع بالخيال ما تطلع. يعني اللون هذا اللي يطلع لون بينك إذا ما في ضو بينك مصلت على الهدف اللي أنا مصوره ما رح تطلع صورة بينك. نونين ديجة ضو بينك. عفوا. يعني سهل تكشف الخطأ. بس يعني هناك ناس كتير محترفين بهذه الشغلة مرات ما ينكشفه. بس في يعني شغلات صغيرة بتنعمل على مثلا برنامج معالجة على أي برنامج معالجة. لو مصور بفتح صورة بعمل حركة صغيرة عليها بباين فيها إداتينج ولا لا. هي الفوتوشوب هاي. نعم. نحن 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 نكتر أكتر لكن نحن نحن نشوف بعض الصور اللي جبتنا إياهم وننعلق عليهم. خليها نشوفها مع بعض. طبعا الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزارة قطر مع مالك إيرانيا. ونحن نتحدث عن الصورة. نؤمن هناك صورة في مؤتمر أكيد. مؤتمر داوس أو مؤتمر إيش في الزمج. مؤتمر الإقنصاد العالمي مؤتمر الإقنصاد العالمي مالك عبدالله هذه الصورة أنا أعتذس فيها لأن عندما صورتها أخذ الكاميرا كانت أكثر من عشرين أو ثلاثين فريم لكي أخرج مهزوزة لأنه يكون كثير مستعجليين وعدم تركيز عندما أخذت الكاميرا أنا أخذت الكاميرا فأضحك أنه لا أضبط أخذتك كان حلم حياتي وعندما أخذتهم أضطرت أرض حمليتني ويأخذتهم بصوت كثير لأنك صغير في البداية طبعاً كنت تتابع في المؤتمرات بالمؤتمر كنت أفوت أماكن وكنت أفوت أماكن أقلاء المخاولين أنهم يفوتوها فأحاولت قدر الإمكاني أن أطلع بنتيجة صور تبيض وجهي بالنتيجة اللي بديها بما أنه أنا أضطيت في مكان دون عن غيري وأثبت مكانك طلعوا بالجرائد هذه الصور طلعوا بالجرائد وطلعوا بموقع فلكر حسنا على الياهو نيوز طيب كيف تختار الصورة الأفضل؟ كيف تقول أن هذه الصورة هي الصورة الأفضل وهذه اللي بدي أعرضها والصورة اللي مش كويسة بتزيح على جنب تعتمد على أنه أنا كمصور لما بصور شيء ما بأخذ صورة واحدة لنفس المنظر بأخذ أكثر من صورة لزاوية هاي وأكثر من صورة لزاوية هاي وأكثر من صورة لزاوية هاي لما بفتح الصورة على الكمبيوتر بدي أفرز بيتبين معي أني الصورة الأجمل بكل سهولة لأنه أنا الصور صاروا إشي مني أنا صورتهم لو بعد خمس دايات جي تفتحت من الكمبيوتر أنا عرف ما صورت حفظهم صارت يعني المصور فيها عادة بعد ما يصور تطلع على الكاميرا نشوف صورة الملكة رانيا وهي عمالة تلقي خطاب هون كانت الملكة واحدة من المشاركين من المؤتمر كانت سوية من فعلة وهي بتحكي فأنا حبيت اللقطة وهي بتعمل هاي عم تحكي عن هاي المشاركة أيوه حالو نحكي عن غير الصور اللي لها علاقة في الصحافة يعني يمكن أنت بتحب الطبيعة أكيد يعني كل فنان مصور يعني أول مصور هو عبارة عن فنان يعني زي ما قلنا نظرته هي اللي بحب داماً يترجمها بصورة فكيف يعني هل الطبيعة يعني بتجدبك أكتر طبيعة كثيرة تجدبني لأن الطبيعة فيها ألوان يعني أكتر من الوجوه يعني أكتر من الوجوه لأنه هون بيبين الفن لما بيطلع اللون الأخضر طبع الشجرة أخضر نقي لما بيطلع مثلاً تشوفها حيوان أو حشرة صغيرة فيها ألوان طبيعية سبحان الله سبحان الله يعني أشيء بشدك للصورة بطريقة هائلة بس يعني مش دائماً المصور بيحب يصور الطبيعة حسب في كثير مصورين بيحب يصوروا مثلاً فاشن أو مودلينج أو حسب ناس بيحب الصحافة ناس بيحب يكونوا يصورين حروب انت شو بيحب أكتر شيء أنا بحب التصوير بشكل عام بس التصوير التصوير اللي بحكي التصوير اللي يعني لما أنا بدي أصور صورة بحب الصورة توفر علي أشرح يعني لتوصل تبعتك من خلال الصورة بحب كثير يعني بتمنى لو تيجيني فرصة أني أنا أروح على الأماكن اللي يطلع منها صور مثل الصومال مثل يعني ما بتحب مثلاً تصور الحروب ممكن أنا بكثير بحب تغامر وتسافر على مناطق فيها حروب وعادي لو مهما كان يعني درجة الخطورة أنا نفسياً مهيئ إلها لأنه لو انضررت كل الضرر بالنسبة لي نتيجة الصورة التي تبسطني ستنسي نفسي كل الضرر لنضررته طباً نحن أترى صور لمدينة عمم في جبال القلعة. حلو. حلوة. يعني اخترت هذه الشجرة. هذه بالبحر الميت. هذه طبعا قاعدة بالتصوير. هذه ليست صورة عن عكاس الشمس. هذه قاعدة بالتصوير. هذه قاعدة اسمها سلوت. انه يكون الهدف تبعك اسود. وانت تصوري مقابل الشمس. هذه الصورة وفكرة هيك طلعت في بالي. انه المسجد اللي بالأشغفية جبته بين عمودين اللي بالقلعة مع الحمام زي ما انت شاف كيف طاير. حلو. هذه الصور المي هي بتعمل هيك شوية رغبة بالوديان هاي. هذه المي يعني اللي ما وعرف كيف اوصفها. بس عن جد ممكن تكون اطيب مي بالعالم. اذا بحكيلك. وين باي منطقة هاي. هاي بوادي الكرك. منطقة اسمع عين سارة. آه. يعني بتحب تسافر عشان تصور. يعني داما تنتقل المكان لمكان عشان بس تختار الصور الأجمل. طبعا اكيد هاي برضو نفس القاعدة اللي حكيت لك عنها قبل شوية. انه تكون شيء بين الشئين يعني. هي شيء بين الشئين يعني. انتي بتصوري مقابل الشمس. يعني مقابل ضو. مية بالمية جوي. بس نفس الوقت هاي بطلع. انتي شايفي السوادي بصراع مطلع حلو. آه. ومنحسن حظي كانت الشمس مدورة. مية بالقاعدة. أكيد انا بتخيل يزان انه انه انت مستحيل تتحرك من غير الكاميرا تبعتك. طبعا. يعني اي مكان بتروحه لازم كاميرتك. يعني ممكن انسى تليفوني. ممكن انسى ساعتي. ممكن انسى اي اشيء. بس مستحيل انسى الكاميرا. لازم. بتوقع هيك. يعني. فيه صور تيجي فجأة. ما بتعرف اين تطلع. طب وصار معك هيك موقف. كتير. ممكتنا الكاميرا معك وشوفت شيء جذبك انك تصوره. ممكتنا. لا. في يوم الايام. ممكن الكاميرا الموبايل. اتوقع. او لا. كنت في مكان. هو المكان. بيلعب فيه. بسنوكر وليارد وغيرد. هذا المكان. ها. فيه صورة كثيرة كانت حلوية. إنه شاب الأعتراض على حكم الله، فهو كثير قصير، عم بحاول أن يخرج على الطاولة عشان الطابة بعيدة، والأستيكال معها كثير طويلة، و عم بحاول أن يخرج منظره، عشان يمسك الطابة، و صورته كثير حلوة أنه عم بيعاني كلها العناء بس عشان يضرب الطابة، هون الصورة هاي مثلا، أنا تمنيت أصورها، حلو، حلو، في صورة كمان لأمير علي في يوم الأيام هكين، صدفت سيارته بالشارع، فإحنا سلمنا عليها، كنت برضو بتمنى أخذ الصورة هو جوى السيارة و رافع إيده وسلم علينا، برضو هاي ملاحقتها، هاي شغلات اللي بندق مني ما عشبتها، طب الكاميرات تبعت الموبايلز، يعني بتسد ولا لا؟ لا، ما تسد، هلأ في بعض الناس قولك أنا معاي موبايل كاميرته 12.1 ميجابيكسل، لصة مش بالبيكسلز، لصة بأنه الحساس أو السنسور تبع الكاميرا اتحمل يتوزع عليه البيكسل صح عشان تطلع لك ألوان وإضاءة صح؟ لا، ما هي كاميرات الموبايل كلها لقدي، طب كيف تكون حجمه؟ على الدبوس، صح. نحن كاميراتنا الكبيرة، ويوجد كاميرات السنسور لقدي حجمه. هل أنت يمكن أن تركت الصحافة أو تعمل بشغل خاص؟ الآن أصدقائي سنة بميديا أعمل بشركة مولتي ميديا ونعمل بشركة مولتي ميديا ونعمل بشغل خاصة بشغل خاصة هناك الكثير من شغل خاصة بشغل خاصة بشغل خاصة لا أريد أن أغطي الأشياء هل هناك أي صعوبات توجهها كمصورين فوتوغرافيين؟ يعني يمكن كثير من الناس يجهل أنه أكيد بتواجهوا شوية صعوبات فيا ريت نعرف شو هي الصعوبات الآن من الصعوبات مثلا لما يكون فيه إفنت في سفارة من ناحية التفتيش والتجديد فيه برضو صعوبات من واجهها من ناحية يعني عدم توفير الحيز الذي ممكن للمصور يتحرك فيه فيه ناس بدايق لهم المصور يكون يتحرك طب أنتو بتكون نتيجة حلوة مني مفروض أن أتحرك وأخذ كل الخيارات اللي عندي عشان أطلع نتيجة حلوة في بعض الناس بتدايقوا من ضوء الفلاش فهم بصفة الاحترافية لما نصور بدون الفلاش ويطلع صورة واضحة وفي الإضاءة برضو هم تعتمد بي يعني بتبين قدش هو شاطر لأنه هو عوض عن الفلاش وضو الأبيض المؤذي لأنه لبعض الناس هو مؤذي فعلا يعني أنا لما حتى يصورني بفلاش أنا بدايق وأنا مصور طيب هل بتفكر أنه مثلا اطور نفسك أكتر بالدراسة كمان طبعا تكون حتى إذا طلع دراسة بره شو مفكر تعمل مستقبلا هلا مستقبلا يعني عدا في أني أكون المصورين المميزين وإسمي يكون بإذن الله لامعي لسا المستبل الدامي طويل لسا أنا صغير بس أتمنى أنه التصوير كل الدنيا تعرفه كل الدنيا يعني أي شخص في الدنيا يكون عنده خبرة بالتصوير لأنه فعلا من أحلى الهوايات بالعالم لأن أنت يعني يعني شيء من إحساسك ومن نظرتك عم تخرجيه بصورة عم تحكي قصة بصورة هيك بصف الموضوع طب مش خايف أنه لقدام مهنة التصوير تنقرد يعني مثلا إحنا يعني مقبلين كمان على يعني أشياء كثير عملها تصير تكنولوجيا عم تتطور يعني الناس ممكن صارت بطلت تحتفظ في ألبيم عندها في البيت صور حي ممكن كلهم عم بيحتفظوا فيها على الكمبيوتر فهل بتخاف أو بيجيك عندك هاجس بداخلك تقول أنه يخوفي بكرة لأقدام هذا الشيء بطل يصير مطلوب الموضوع هذا أو لما بتفكر فيه الآن التصوير بالنسبة لي غير أنه هو هواية هو مهنة يعني أبعتاش من وراءها بس هون بتكون الشطارة لأنه إلا ما يضلوا الناس محتاجين للتصوير لأنه لو صار يعني يمكن زكرياتهم ما يحفظوها بألبيم بس ما بيقدرواش بيمشوا بهوية بدون صورة أو جواز سفر بدون صورة بيقدرواش يعملوا حفلة وما يصوروها حتى لو بدهم الصور داتا وحطة الكمبيوتر وعراز فاللي تميز بهذا الشيء أو اللي أثبت حاله أنه مصور شاطر هو اللي بيضل أما أنه شغلة تصوير تنقرد لا بالعكس لا تنقرد هي أحلى شغلة بالعالم أنا بتمنى كل الناس أنه أمشي معا بالشارع شو بتشتغيل قولي مصور بحب لأنه بحاول قدر الإمكان من خبرتي لكثير قليلة إذا قدرت أطرح فكرة تفيد مصور بكون مبسوط كثير وإذا قدرت أسمع منه فكرة أستفيد منها برضو بكون كثير مبسوط لأنه لسه بحاجة أني أطور حالي أكتر وأكتر توصل الهدفي وإحنا نتمنى بالفعل أنك تحقق كل أمنياتك وطموحاتك يا زان شكرا لإلك وسائدين بأنك أعطينا اليوم أنا السعيد أني أكون ضيفكم أهلا وسهلا فيك يا زان حمود شكرا جزيلا لإله أعطيك العافية إذا انتبعين معكم مشاهدين بفقرات برنامجنا دنيا يا دنيا خليكم معنا بعض الفاصل اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة